خلينا نفكر إحنا كلنا حتى هي مع ابناءها مش بس البنات يعني إنه شو بتحبوا نعمل أكل بكرة بصيروا يحكوا لك مثلا كذا بتعطيهم أوكي ممكن تعطيهم مجال كامل لأش إنه مثلا هو يعطيكي اسم الطبخة من الأول وممكن مثلا أنا ما عندي كل أغراض وما بدي أروح أشتري أغراض من السوق يعني فأنا بحكي لهم في عنا هيك و هيك يلا قرروا أنتوا شو بدكم واتفقوا بينكم هون كمان تعودوا على مبدأ مش بس اتخاذ القرار كمان هم تعودوا على مبدأ أنه في حوار بشكل محترم أنا بحاور أخي بحترم أخوي بسمعه للآخر كمان الاستماع ترى هي يعني مهارة كتير مهمة أنه أنا يكون عندي القدرة على الاستماع الآخر أني أنا أسمع منه هذا الإشي بنعكس حياتي في المستقبل بكتير أمور في الحياة هون هو استفاد من الأهل بتكوين الشخصية باكتساب مهارات باكتساب حكينا أخلاقيات وعبادات أحيانا أشياء بتخص ديننا وهيك إحنا بكل ممارسات لكن أنا في المقابل لو حطينا الصورة المعاكسة البس هدول هذا الأكل بدك تاكله هلأكيد في أيام إحنا كل الأمهات بتكوني أنت طبختي وخلصتي ما عندك وقت مش كل يوم رح أشاوركم بس فيه هما بعرفونه في أيام أنا رح أشاورهم هذا الأكل موجود ممكن أحكي له موما نعمت الله كنت تعبعني ما قدرتش أعمل غير هيك مثلا اليوم حبيت أعمل لكم مثلا مقالي أو شي مثل هيك في حالة أنه ما بيحبوها يعني مع أنه أغلب الأطفال بيحبوا البطاطا المقالية والأمور هاي فأنا بعجي مثلا حكيت لهم هاي الأشي اللي أنا قدرت أعمله وبدكم تاخدوه في يوم معين هذا طبيعي لكن أنا برضو بدي أحاول أخصص وقت أنه هم يعطوا فيه قرارات هلأ هذا في مستوى البيت فإحنا حكينا في المقابل قاعدين بنحكي أنه كل عكافي اشرب عكافي الدنيا برضو بدك تلبسها ضغص بنا عنك